ثقافة تاريخ إرث حضارة بعد 18 سنة غلق مصر بتفتتح أكبر متحف للآثار الرومانية واليونانية دكتور صبحي عشور أستاذ الآثار اليونانية والرومانية وعضو لجنة سيناريو العرض في هذا المتحف أهلا بحضرتك يا دكتور صبحي أهلا بحضرتك أستاذ يوسف أهلا بك يا دكتور دكتور قلنا هذا المتحف يعني هيفتتح بإذن الله إمتى ويعني الفتح الكامل للجمهور بالأصح وأبرز المعروضات اللي هيتم عرضها إن شاء الله المتحف الوناني الروماني في اسكندرية واحد من أهم متحف مصر وأول مبنى أول متحف جنيا بغرض أنه يكون متحف مصر معاك يا دكتور إن دهار ده حداتك تم افتتاح رسميا من قبل معالي الدكتور مصطفى مجبولة دقائس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير الدولة وزير الأسار والسياحة وإن شاء الله يفتح الجمهور من يوم الجمعة التاسعة صباحا الجمعة بعد بكرة بإذن الله من تسعة الصبح نقدر نروح هناك نشوف وبكرة في يوم للصحفيين والقنوات الإعلامية والتلفزيونية لكن الجمهور الفتح الرسمي يوم الجمعة أنا الجمهور أنا مش أنا الجمهور يعني أنا زي زي الجمهور أنا أحب الحاجات زي كده أعود بقى وأخد وقتي كده وأتفرج ومبسط وأبقى قاعد مستمتع أبرز المعروضات في المتحف إيه يا فندا؟ المتحف يعني بيعرض حوالي ست تلاف قطعة أسارية من مختلف الأنواع من خلف التصنيفات المتحف يعني كان مفتقد بالفعل لمدة 18 سنة لأن مجموعة الأثار المنونية الرومانية اللي كانت معروضة في المتحف عبدالقف هي صلب المقتنائية وتلاصف الأثار من الفترة دي فلما كانت مغلقة على الباحثين وعلى طلبة الجماعات كان بالفعل في حلقة مفقودة بالنسبة لكل الدارسين المتخصصين في الفترة دي سيناريو العرض الجديد حضرتك بيعتمد على مفاهيم جديدة اللي هو الفأسيم الموضوعي ويبدأ المتحف من العلاقات ما بين مصر والونان وعالم البحر مغاصف قبل الاسكندر الأكبر مرورا بالملوك البطلمة والأباترة الرومان والحال يومية الناس بعيد عن الحكام والصف والناس العادية وحياتها والحياة الدينية والحياة الثقافية ومعتقدات الموت وممارسات الدفن عند المصريين والونانيين وإزاي الحضارة المصرية وإزيس الإله العظيمة في العالم القديم لا تضاهى ولا تقارن بإلهة أخرى قدرت سيطر وتنتشر الدانا المصرية ما بين كل الشعوب في العالم البحر المتوسط بعدين العصر البيزانتي والمزاق المميز للبناء المسيحية المصرية والخنون المصرية القطية وفي الطابق الأول حضرتك يعني المساحة كبيرة جدا من العرض أضيف فيها موضوعات زي النيل وتكسيب النيل وتم الأول مرة محاكاة داون تاون أو سيتي سنتر أو وسط البلد الأجرة في المدينة اسكندرية الرومانية وعرض مكسف جدا لأنشطة تجارية زي محاكاة المركب ما بين القرن الثاني والسابع وفي الأنفرات المشحونة من مصر تواني النبي والزيد وخلافه والأنكورس المرافي بتاعة المراكب ومجموعة كبيرة جدا من العملات وأخيرا بقى مجموعة كبيرة جدا من فنون اسكندرية والفن الروماني ومعبد مكتشف في الأولى بقرن الواحد والعشرين اللي لها بسطة المصرية أتضح أنه كان برعاية ملكة بطلمية من القرن الثالث في بداية حكم البطلمة وقديهما كانوا متأسرين من البداية من العبادات المصرية هذا شيء عظيم جدا طب أنا خدت بالي وإحنا بنعرض فيديو لفتتاح اليوم إنه فيه تمساح أو ده تمساح محمد ولا ده تمسال بالفعل حضرتك ده يعني مشكر حضرت أستاذ يوسف على السؤال ده لأنه برضو جزء مهم جدا من المتحة من شخصية المتحة إنه لنقديم مجدين المعبد بها اكتشف في الأسر الإطالي إفارستو بريتشا وهو كان ثاني مدير المتحف في بطن هريت اللي هي سيادي الفيا في الفيوم وهو كان نقله في تلاتينات القرن الماضي لجنينة المتحف وبعد كده يعني لجنة سيناريو المتحف شافت من الضرورة الحفاظ على المتحف ده فتم قعدة بناءه تاني جوا المتحف هو كان معبد مكرس الإلهي التمساح ودي ممية التمساح اللي كانت بتقدس في المعبد ده صبك مش كده صبك أيوه ده اللي أحرضك هو صبك اسم جنرال التمساح بس كل تمساح في بلد كان يباله اسم ده اسمه بنفرس ده الوجه الجميل التمساح ده الوجه الجميل ده تسمية جديدة جدا بالنسبة لي يعني طب ده كويش والله فعلا يعني الوحيد فعلا بيقعد يتعلم كل شوية طب يمكن ده بيخليني عندي طموح وأحلام أنا أعود أفكر أقول أنا عندي أثار غارقة في الأسكندرية وبطبيعة على قد فهمي وعلى قد ما حاولت أتعلم أنه هذه الأثار استحالة أنها تطلع بره المية وإلا يعني هتبوز وهتنتهي ومش هيبقى سليم خلاص يعني هي أصبحت لازم تفضل تحت الماء أما أن الأولى أنه نعمل لها يعني شكل من أشكال المتاحف المائية يبقى فيه عندنا زي طانلز أو أنفاق زجاجية بتمشي ما بين هذه الأثار وبالتالي أقدر أن أنا أروح وأتفرج وأشوف وهتصبح منطقة جذب عالمية يعني لإسكندرية كوجهة سياحة ثقافية يعني مع طبع حاجبك من حق كمان ما جدنا ده مشروع صموح جدا وأعيش أمكانيات كبيرة لكن إحنا من دلوقتي عرضنا كمبية من الأثار الغارقة وقدمناها للجمهور وفي معروبات تانية من الأثار الغارقة تعرض في المتاحف المصر الكبير لما وفتتح إن شاء الله يعني فيه مفاجأة جميلة لكل زوار المتاحفنا الروماني في الباثيو أو الفناء إنسال طوله 11 متر منتشل من الأثار الغارقة منتشلته البحرية المصرية ثلاثة 1962 بنائل على استكشاف أسعى غرطات سكنداري هاوي هو المرحوم كامل أبو السعادات وأكتشف التاج تاني عند علاقة خايد باي من البعثة الفرنسية وأعيد تكوين التمثال هو لحيئة المالكة بطلمية بحيئة إزيز طوله دلوقتي بالقاعدة حوالي 13 متر ويعني ده أضخم إمثال في العالم في أي متحف وفي أي بلد لمالكة بطلمية من الجرانيت طوله 11 متر ده من الأثار غارقة عارضين كمان لحضرتك في المتحف نير روماني أثار تانية تم اكتشافها من هراكلون تونيس ومن المينة الشرقي في اسكندرية آلهة الحامية لسكندرية ومشغولات زهبية وتمثيل برونزية وأشياء كثيرة من الأثار غارقة يعني لم نغفل هذا الجانب أبدا يعني ومالكة بطلمية جميلة طوله حوالي 2 متر من الجرانيت الأسود كمان أنا بس يمكن طموحي أنه واحدك بس قدر مني بكده مئات المرات أنه إحنا ممكن يبقى فيه عندنا مخاطبات مع منظمة اليونسكو أنه إحنا بنعمل حملة كبيرة لفكرة متحف للأثار الغارقة تحت الماء وما إلى ذلك يعني عايزين نبدأ في حاجة كده دكتور صبحي فلتتولى حضرتك وتكون صاحب المبادرة أو بالفعل حضرتك المشروع مطروح أن يتعمل المتحف في الميناء الشرقي ويمكن يعني الموضوع يتطور في السنوات اللي جاية لكن حضرتك أنا بطل أحب أقول أن المتحف الميناء الروماني كان جزء مهم من شخصية اسكندرية شخصية اسكندرية اللي احنا نعرفها واللي العالم يعرفها لأن المتحف بيضم تراث المرحلة الأولى من حياة اسكندرية الألف سنة الأولى من حياة اسكندرية اسكندرية كانت رسالة حب وسلام للعالم حب وسلام وتنوير رسالة حب وسلام وتنوير من أرض مصر فيها الترجمة الكتب الهيروغليفي لليوناني والترجمة التوراة وفيها بدأت المسيحية وقديم مرقص بدأت الدعوة للمسيحية كان فيها تعايش ما بين الأفكار والثقافات وده برضو اسكندرية الكوزمو بولتان اللي بدأت بعد حملة الفرنسية وبعد تمام أسرة محمد علي بتعميرها كمينة يرجع تاني أهميته لمصر وكان فيها جاليات أجنبية عاشت طبعا المصريين كان حالتهم في الفترة دي كلها يعني ما همش أحسن وضع في المجتمع لكن أمرت طويل وفضلة اسكندرية لها رسالة حب وسلام يمكن معكوسها في يوسف شهين اسكندرية ليه واسكندرية كمان وكمان معكوسها في أسامة ورعوكاشة وزيزينيا وأعمال أخرى لكن المتحف زيما حضرتك هو كمان الناس مفتخذات تزور اسكندرية ويرجع على الخريطة السياحية جدا دي حاجة مهمة جدا أنا لاحس في التخصص من 30 سنة والمتحف دايما كان مليء بالأفواج من شتى أنحاء العالم ودايما على الخريطة السياحية أنا هيزيد اسكندرية كماغسة سياحة ويزيد أعداد الأفواج السياحية فيها ومتحف اتعامل كل فيه بدقة صغل الأربع سنين لنجنة من أفضل أسادة ومتخصصين المتحف في مصر على رأسها الأستاذ دكتور علي عمر أستاذ الأسان الرومانية في جامعة حلوان والدكتور محمود مضروك يعني مصر يجب أن تفخر بهذا المصمم الفنان الجميل ودكتور أسامة عبد الوارس ودكتور مؤمن عثمان وفريق عمل كبير كبير من الأمال والفنيين والاستشارين والمهندسين يعني بالفعل كانت ملحمة طول أربع سنين تخطيط وتنظير واختيار وتدقيق وصنة ونص من العمل المتواصل العمل بقى في الموقع جوه المتحف تنصيب أثار ومنحوتات وبناء وخلافه يعني يعني حاجة كنا بنفتقدها وبنقدمها بيها بكل الحب لإسكندرية والمصر والباحثين والعالم كله إسكندرية أصلاح المدينة جميلة يعني أنا اللي عجبني كمان أنه بدأ بالفعل أعمال التطوير والترميم في منطقة الحي اللاتيني في إسكندرية وأنا شايف شارع فؤاد العمرات اللي فيه محاطة بالسقلات وبيبدأوا يشتغلوا فيها يعني تعود وفيه محاولة لإعادة إسكندرية لجمالها وبهقها القديم وأنا بحلم من ضمن الأحلام إنه الحتة الشارع بتاع الحقنية وصولا إلى النصب التسكري للجندي المجهول تبقى خالية من كل أشكال الباع الجائلين والفوضى والعشوائية ونرمم الحتة دي يا خبرة بياض بالفعل حضرتك يعني طبعا لازم نذكر من جهود سيد محافظة الإسكندرية والمحافظة بالفعل استموا فعلاً باللندسكيب وبناء على توجهات دكتور مصطفى مجلس الوزراء بالفعل اتغير الوضع تماماً وأصبح الملحف شارع الملحف شارع مشاه واتغيرت الاتجاهات المرورية حول الملحف وبقى فيه ساحة بياضة جميلة جميلة قدام الملحف في الدي سبيس للزوار والحركة المشاه والشباك التذاكر يعني كمان يتم وزا حضرتك ما قلت بتجميل المنطقة وعدولها روناقة لأن يعني ذا الحياة التي قال بسكندرية القديم تاريخياً ومكانياً فبالفعل المكان بقى يليق بمتحف جميل مثل المتحف الروماني بمحتوياته ومقتنياته القيمة صحيح أنا بشكرك جداً 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 يا دكتور صبحي كل الشكر الدكتور صبحي عشور أستاذ الأثار اليونانية والرومانية دكتور صبحي أيضاً وعضو لجنة سيناريو العرض في هذا المتحف العظيم مش بس العريق فاصل ونكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر